مكتبة إلكترونية مجانية يقدمها هذا الطالب في كلية الطب حل يخفف الكثير من الأعباء الملقاة على كاهل طلاب هذا التخصص المعروف بندرة مراجعه وغلاء أسعارها نحن كطلاب طب نعاني من أسعار كتب والمراجع العالية جدا كتب البي دي ايف توفر لنا وسيلة سهلة وسريعة بحيث أن نطلع الحاجات المهمة وبنفس الوقت سهل علينا المواد المالية بدل ما نشتري أكتب مثلا بمئةين دولار بثلاثمئة دولار من أجل معلومة سطر أو سطرين في هذه الكتب البي دي ايف ممكن أن نستخلق المعلومة بكل زي أسر سهولة المكتبة المكثفة في جهاز صغير جزء من معرض مصغر أقامه طلاب وطالبات كلية الطب ضمن تدشين فعاليات أسبوع الطالب الجامعي في جامعة عدن شاركت في البسطة مكتبات خاصة وتوفرت كتب متنوعة من خارج المجال العلمي نظرا لأهمية الثقافة العامة لطبيب المستقبل فعالية فقط نشر الغراءة نشر حب الاطلاع اللي في حاليا في مجتمعنا حاليا تدهور كان أكثر شيء لقبال على الكتب التاريخية اللي تتحدث عن عدن وبعدها كان الكتب اللي في مقال الطب الدايغنوسيس والكينيكل وثالث شيء لقبال الثالثة الأكثر كان على القسم الرواية على هامش المعرض أقام أكاديميون ندوة علمية بمشاركة سياسيين كاحتفاء بأسبوع الطالب الجامعي وهو تقليد سنوي ظل مستمرا منذ تأسيس الجامعة إلى أن توقف في السنوات الأخيرة بسبب الحرب جامعة عدن هي زهرة عدن إذا تطورت الجامعة وتطور التعليم سوف تتطور عدن وتطور الوطن كله لأنه دائما النواة الأولى لكل تنمية هو التنمية البشرية ومن المزمع أن تستمر فعاليات هذا الأسبوع الذي يهدف إلى إحياء الأنشطة وتحفيز الطلاب لرسم بصماتهم الإبداعية آدم الحسامي قناة بالقيس عدن